اشتركوا في القناة حاجة بتعدي علينا كلنا ان هو كده فعلا بصراح دي مش مبالغة واكيد كلكم حاسين بدا وعارفين ده كلنا بنستنى رمضان من السنة للسنة وبنكون متعلقين جدا ان الشهر ده هيشحن روحنا وهيشحن طاقتنا من تاني وهينضف حكت كتير شفناها وتعبنا منها على مدار السنة بنقرب فيه اكتر من ربنا وبنحس بجمال وروعة كل عبادة بنعملها بندعي من قلبنا واحنا وفقين جدا ان ربنا هيجبر بخطرنا كل حاجة في رمضان حلوة وكل حاجة في رمضان ليها طعم تاني مختلف عن باقي السنة رمضان نفسه بيجي ببهجته يعني هو كشهر كده تلاقي الشوارع قرب رمضان كده تلاقي الشوارع فرشوا الفوانيس وفرشوا الزينة واليميش والحاجات الجميلة اللي بتحسسنا ببهجة وروح رمضان وتفضل الروح دي موجودة لحد العيد والحد بعد العيد كمان كل الناس بتستعد للضيف العزيز ده الضيف العزيز الغالي رمضان الفوانيس وأشكالها وألوانها بيوتنا والزينة اللي بتبقى موجودة فيها بتلاقي الخير في كل حتة البيوت في الشوارع البيوت عمرانة بالخير يعني ايا كان بقى المستوى الاجتماعي للبيد ده ايا كان المستوى المادي للبيد ده سبحان الله بتلاقي الخير والبركة والرز في رمضان بالذات ما ينقطعوش عن البيوت طبعا احنا كمصريين كمان عندنا عداد حلوة يعني مرتبطة بشهر رمضان جدا زي لامة العيلة لامة الأهل والصحاب القرايب العزمات الجميلة اللي بنعملها اللي بتبقى مختلفة تماما عن اي عزومة برضو بنعملها في اي وقت تاني من السنة مشاركة الطبق اللي بيلف على العمارة فاكرين الموضوع ده لسه بتعمله كده مع الجيران طبق اللي بيبقى طالع فيه مثلا رؤاء ولا جلاش ولا اي حاجة بينزل وهو فيه حاجة تاني بينزل وهو فيه كشك مثلا فيه المزية فيه حاجة يعني كده انا طبعا مش عايزة اتكلم عن الاكل كتير عشان الصيام واحنا صايمين فمش عايزة اجوعكم انما تفاصيل الصفرة وتفاصيل فطار رمضان مالهاش حال وانتو عارفين والحلويات برضو بنغير تفاصيل والمشروبات العرقسوس بقى والطمرهان وغيره وغيره من الحاجات الجميلة كل حاجة لازم نجيبها لرمضان بتحسسنا بقد ايه احنا نحب رمضان بقد ايه احنا نستنى رمضان بروح رمضان اللي ابتهلات صوت المدفع شكل الشوارع رحت الريحة المختلفة رحت الفول اللي بتبقى موجودة قبل الصحور الفول الطازة والتعومية والناس وهي واقفة عند الراجل بتعرفول بالطوابير علشان تاخد الاكل طازة بطازة ويلحقوا يتصحروا وكيس الترش الجميل انا قلتلكم مش عايزة جوعكم بس اعمل ايه بقى وضح نص يوم مؤثر جامد درباكة البيت قبل الفطار بنص ساعة دي سبحان الله على الاحساس اللي الواحد بيبقى فيه بتبقى عاملة زي خلاية النحل كلنا بنساعد بعض كلنا كل واحد بيعمل حاجة كل واحد اللي رايح واللي جاي واللي بيقطع صلطة واللي بيجهز صفرة واللي بيحط الاكل على الترابيزات واللي بيفتح الراديو علشان يزبط على قرآن المغرب كل حاجة بالمناسبة وانا بتكلم عن خلاية النحل انا عايزة اقولها على حاجة مهمة جدا خلاية النحل اللي في البيت اللي هي النص الساعة لقبل الفطار أنا عايز أتكلم عن دور الست في رمضان دور الست في البيت الست مش إنسان آلي ولا مكنة ولا حاجة محتوط لها سيستم ولا حاجة ما بتتعبش يعني الست إنسان زيها زي يوكو بالزبط الست بتتعب الست بتصوم الست بترهق الست بيبقى عليها فروض نفسها تعملها بس في حاجات كتير بتجنبها بس علشان خاطر تبقى بتعمل أو يعني تبقى مجهزة الفطار لأهلها في البيت أو لأسرتها في البيت لجوزها ولولادها للضيوف لأيا كان إنما هي كده كده هتفتر الصايمين اللي حواليها فأنا نفسي إن احنا نساعدها نسخل المبخ معاها نشوف محتاجة حاجة ولا لأ نعمل معها عصير نخسل طبقين ننزل نجيب لها نقصها عيش نقصها حاجة أنا بكلم الولاد وبكلم الزوج لإنه بجد كتير بيبقى قاعد طبعا أنا عارفة إنه خاصة آخر ساعتين بقى قبل المغرب دول بيبقوا خلاص الواحد بيبقى خلاص بقى يعني بيبقى البطارية فضيت خالص وقاعدين بقى مستنيين الأدام بكل الطرق علشان خاطر تعبنا وقرهاقنا وضغطنا ويتي وسكرنا ويتي وكل حاجة في الأرض كل حاجة تعبت مننا خلاص خاصة اللي بيشتغل واللي بينزل بيعمل مشاوير وهو صايم فأنا عارفة أنا عارفة ده بس برضو نفس الخلم يعني في نفس الوقت الست مش كل الستات حالها واحد مش كل الستات قاعدة في البيت فيه ستات بتشتغل وفيه ستات قاعدة في البيت فيه ستة عندها طفل وفيه ستة عندها تلاتة فيه ستة ما عندهاش خالص بس في كل الأحوال هي مسؤولة فاللي منكو يقدر يساعد يا ريت اللي منكو يقدر يعني يهون عليها يقول لها تسلم إيدك يقول لها كل ما حلوة يقول لها ربنا يخليك يلينا شكرا على تعبك طول اليوم ارتاح انتي عملت الفطار أخسل أنا موعين الفطار والله ما بقولش حد معين فيكم والله ما بقولش الزوج يقوم يقف يعمل كذا كذا ولا فرض عليك حاجة أنا بتكلم على شوية تود وشوية إحساس ببعض دي هتفرق كتير قوي الستة لما بتحس ان احنا حاسين بيها الأم لما بتحس ان احنا حاسين بيها الزوجة لما بتحس ان احنا حاسين بيها الموضوع بيختلف خالص بنشحنها طاقة تعمل أكتر بنشحنها طاقة تدي أكتر بتلاقيها بعد ما تقعد تريح كده شوية هقوم بقى أعمل حاجة حلوة أو ما تيجوا بقى ننزل مثلا نشم شوية هوا أو تعالوا عمل لكم إيه اللي كان نقصكم عمله لكم أنت كان عندك حاجة في هدومك مش عارف إيه تلاقي بعد ما تاخد شوية راحة صغيرين هتقوم تكمل اللي وراها بس ترتاح عشان ما تقعش تخيل الست تكون صايمة وبتنزل شغلها وترجع بسرعة بترجع جري وساعات كتير وفي ستات كتير وبشوفهم بعيني بهدومهم والله مهدومهم اللي راجعين بيها من بره تجري على طول على المبخ طلع طلع فك فك هبش عارف إيه حط على طول علشان تعمل الأكل ودي أصلا معرقة وهي فعلا تمام معرقة انت فجأة بتلاقي ست دخلت البيت أو الأم دخلت البيت بتعرف وبتحس على طول تسمع تكتك تشتخ تخ في المبخ وساعة بالكتير تلاقي كل حاجة حسن دي يعني اللي بطيقة شوية فعلا ساعة بالكتير لأن الست بتبقى خلاص متمرسة سبحان الله تحسن عامل زي الأختبوت عارف بتعمل بالدرع دا وبالدرع دا والدرع دا بكل قوتها وبكل طاقتها بتشتغل في كل حاجة فعايزيكوا تهتموا أكتر بدور ماما خليها نتكلم عن ماما عن الأم إحنا كأولاد نحس بيها نهتم بيها نقدر تعبها ده لازم نشاركها ولازم نحاول نخفف من عليها الشوية لازم نحاول نشيل من عليها الشوية وما فيش بقى أصلا أصلا عندي مذاكرة يا سلام هنذكر قبل المغرب بساعة ساعتين يا سلام مش مسكين يعني الموبايل طيب أصلا عندي مش عارف أصلا تعبان والنهار دا كنت بلعب مطش مثلا في المدرسة ومش عارف إيه طيب ماشي ارتاح مثلا النصطية وقوم مع ماما شيل معها حاجة حط معها حاجة شوف لو نقصها حاجة من تحتها تهلا الحاجات دي والله العزيم يعني شوف هي بتعمل علشانكو إيه أو شوفوا هي بتعمل علشانكو إيه وحاولوا تردلها ولو حتى صغيرة وخاصة في رمضان خاصة في رمضان يعني لازم نشيل بعض شوية ونحس ببعض شوية وبكلم كل الولاد اللي هقول لكم من سن 10-11 سنة هنقدر بقى نساعد عادي جدا ونتعلم حاجة جديدة ونحس ان احنا شاركنا في الفطار اللي احنا بنفطاره دا فدي هتبع حاجة حلوة جدا وتاني هقول لها شهر رمضان معناه ان الخير لينا كلنا وفينا كلنا وبيبدأ مننا وربنا بيقدرنا ان احنا أو سبحان الله ربنا بيدينا طاقة على اننا نبقى خيدين على اننا نبقى حاسين ببعض على اننا يبقى عندنا عطف تجاه بعض ومش عايزين نضايق بعض فالاقربون اولى بقى امي اولى بيا وبمجهودي مراطي اولى بيا وبمجهودي زوجي اولى بيا وبمجهودي فربنا يقدرنا ونستثمر الشهر الكريم دا ونفصل ونعيش حياة روحانية جميلة ونعيش حياة اسرية جميلة نبدل الخنائط بالحاجات الكويسة شايف ماما متضايقة متنرفزة طب بدل ما انت مزعالة نفسك شوف انت عايز ايه ونعملهولك انت او انت كل سنة انت طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يا رب وربنا يتزيم علينا بهجة رمضان وطعمه المختلف اللي مش هنلاقي زيه في اي حتة في العالم رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل زي ما قال الجميل حسين الجسمي العاشق لمصر جدا جدا ودي حقيقة على فكرة رمضان في مصر مختلف تماما عن اي حتة في الدنيا واسأله اي حد مصر يسافر جرب رمضان في اي مكان هتعرفوا ان الفرق كبير او النهاردة بقى عندنا ايه النهاردة عندنا فكرة هنعرف فيها ازاي استقبل شهر رمضان بالعبادات والتعاط وايه الاعمال المستحبة في شهر رمضان هنجاوب على اسئلة كتيرة بتتعلق باحكام الصوم في رمضان طبعا وهتنورنا في الفقرة دي دكتور وفاق عبد السلام الوعيزة بوزارة الاوقاف لسه بنبدأ شهر رمضان الكريم فاكيد كلنا نفسنا نبدأوا صح ونعرف ازاي نستغله في احب الاعمال اللي ترضي ربنا كمان احنا كستات عايزين نتعلم ازاي ننظم وقتنا بين العبادات ومسؤوليات البيت طب نعمل ده ازاي ده اللي هنعرفه بالتفصيل من ضفتنا العزيزة اللي منورونا في ستوديو انتي دكتور وفاق عبد السلام الوعيزة بوزارة الاوقاف اهلا وسهلا بحركة كل عام حضرك بقالف خير وسعادة رمضان كريم حضرتك بخير والقناة بخير ومصرنا حبيبا بخير والامة الاسلامية بخير يا رب ان شاء الله امين يا رب العالمين امين دكتور وفاق في البداية عايزة اسأل حضرتك ازاي نستقبل شهر رمضان الكريم ازاي نمهد نفوسنا وارواحنا للاستقبال هذا الشهر العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اعظم على عباده المنة جعل الصوم حصلا لأوليائه وجنة وفتح لهم به ابواب الجنة وعرفهم ان وسيلة الشيطان الى قلوبهم الشهوات المستكنة وانه بقمعها تصبح النفوس مطمئنة وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاحنا بدأنا شهر مبارك كريم شهر يزاد فيه الحسنات تزاد فيه الحسنات وصفدت فيه الشياطين وزاد فيه الخير والبركة اللي بيأضي فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يؤدي فيه فريضة كمن أدى سبعين فريضة فيما غيرها ومن أدى فيها نافلة كمن أدى فريضة فيما غيرها وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال فعندنا شغل كتير جدا جدا في هذا الشهر لكن لازم أبقى مخططة عشان أستفيد يعني وحنا بنستقبل احنا طبعا بقالنا شهرين من رجب بنجهز نفسنا وبنعد العدة لكن أنا لازم أبقى دخل شهر رمضان حتى في دماغي أني أنا دخل دورة تدريبية عشان أتعلم تقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالعلة هنا تقوى الله سبحانه وتعالى فأنا هخش حتى في دماغي أني هحصل أني أكون من الأطقياء إن شاء الله فعندي عبادات مأثرة فيها لا أروح مكبأ أنا مثلا ما عنديش خشوة في الصلاة بسحة في الصلاة طب أبدأ أدرب نفسي إزاي أشتغل بقى في رمضانه وأقول أنا هطلع من بعد الدورة التدريبية دي مغيرة شكل صلاتي آه أدي مثلا شق في العبادات عندي عادة من العادات السيئة أنا دخل شهر رمضان أتعلم التقوى طب خلاصي أدرب نفسي أني أغير عادة سيئة موجودة عندي عندي خلق مش عاجبني بتكلم على الناس وأنا صايمة فخلاصي أنا كده هوقف كل ده لأن احنا هنتكلم دلوقتي قصيان درجات فهنتكلم دلوقتي في أي درجة المفروض أنا أكون فيها فأقول العادة دي خلاص والخلق ده مش هعمله عندي قناعات في بعض الناس يقولك أنا بشوف فلان بتشائم ما بحبش أشوفه في قناعات كده عند بعض الناس لا أنا حدخل وأقول أنا هغير بالصيام ده كل هذه القناعات يبقى عندي عبادات عايزة تتغير عندي قناعات عايزة تتغير عندي أخلاقيات عايزة تتغير عندي عادات عايزة تتغير عندي صلة أرحام عايزة أصلها وده يمكن أنا بقى يعني بقى ناشد المرأة في رمضان لأن هي عليها العامل الأكبر في هذا الأمر طبعا أكيد طيب أحب الأعمال في شهر رمضان يمكن حضرتك بدأت فيها بصلة الأرحام إيه تاني ممكن نقدر نعمله علشان نقرب أكتر أو الحاجة الصيام طبعا بس إحنا الصيام ده فريضة حد هيقولي لا ده مش أحب الأعمال ده فريضة علينا بس خدوا بالكم إن رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث الذي نقل هن حضرت سيدنا النبي كل عمل بن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يبقى الصيام ده بتع ربنا سبحانه وتعالى بس أنا الصيام نحن عندنا فيه صيام العوام اللي هو أني تنقطع شهوة الطعام والشراب والفرج من فترة الفجر إلى غروب الشمس يبقى انقطاع الطعام والشراب أو شهوتي الطعام والشراب والفرج من فترة كذا لفترة كذا ده بتاع العوامل ده اللي ربنا أمرنا به لكن هناك فيه صيام الخصوص ما هو صيام الخصوص؟ إذا كان صيام العوامل من فترة كذا لفترة كذا بقطع كذا لا ده احنا عندي صيام الخصوص هو صيام الجوارح عن الآثام طوال الوقت مش من فترة كذا من فترة الفجر لحد غروب الشمس لا ده أنا بصون جوارحي عن أي شيء يغضب ربنا طوال اليوم فدورة تدريبية هغير فيها يبقى أنا صايمة طيب هكلمك بعد الفطر ونبقى نم في الموضوع ده لا ده الموضوع ده لا أنا أنا صيومة الجوارح وهخرج بعد شهر الجوارح تعلم التصوم تعلم اللسان إنه ما ينطقش إلا ما يرضي الله الله سبحانه وتعالى تعلم العين ما تنظرش إلا لما يرضي الله سبحانه وتعالى الأذن الإيدين الرجلين كل حاجة بعملها ماشية فيها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ويجي بعد كده خواص الخواص وهو صيام القلب عندون الله سبحانه وتعالى قلبي متعلق بربنا سبحانه وتعالى فده أحب الأعمال إني أكون صايم بحق صايم صيام مش بس إن أنا معزب نفسي عن الطعام والشراب وبجيب في سيرة لأن ربنا سبحانه وتعالى أنا أغني الأغنياء عن الشرك فربنا سبحانه وتعالى حيفيد ربنا يصيام وصلاة وإحنا بنختاب وبننم وبنسرق وبنشتم وبنبين أعمال كثيرة فده أحب الأعمال لكن هناك عمل عظيم ده شهر القرآن لازم نقرأ القرآن ونتدبر القرآن وبالله عليكم بلاش أنا عملت سبع ختمات أنا عملت خمس ختمات أنا عملت أربع ختمات وكأنه صراع عدد وليس صراع المعنى والتدبر لا نقرأ اقرأوا كثير بس تدبروا القرآن اقرأوا بنيت أنه لله عز وجل مش بنيت أن أنا بسابق فلان أو بسابق فلانة فعندنا القرآن عندنا صلة الأرحام عندنا الصدقات ويمكن أنا بقولها ودايما أقولها وفي رمضانا هو أقولها صدقة العفو من أفضل الصدقات تعالوا نعفو عن من ظلمنا تعالوا نعفو عن من أذانا تعالوا نقول يا رب إحنا هنتكلم دلوقتي إحنا هندعي بإيه في هذا الشهر فهنحتاج نقول الكلام دوت لإن إحنا كلنا مشتقين إن إحنا نخرج من هذا الشهر وغدين الجايزة الكبرى إن ربنا غفر لنا كل اذنبنا وإن ربنا سبحانه وتعالى رضي عننا فعشان نوصل لدي عشان نوصل لدي إحنا كمان محتاجين إن إحنا نرحم بعض بيننا وبين بعض صحح فعندنا صدقة العفو أنا يمكن ما يبقاش معايا فلوس أدفع صدقات يمكن يمكن ما يبقاش معايا فلوس أدفع أموال وزكاة وممكن أقضي عمري كله وما يبقاش عندي مال بلغ النصاب وحال عليه الحاول لكن في صدقات كثيرة ممكن أعملها مطت الأبى عن الطريق صدقة الكلمة الطيبة صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة العفو عن الناس صدقة أنا عفيت عن كل من أذاني كل عام وأنتم بخير بصفاء نفسه بقلب نقين تقين لاقيت ما فيه ولا غمن ولا حسن كل هذه الأمور تدخلني من اللي بيعملوا أعمال صالح عندنا الذكر تسبيح والتحمد والتهليل والتكبير عندنا الاستغفار عندنا الصلاة على حضرة سيدنا النبي كل هذه الأمور يعني بترفع من أن القلب يبقى في معينة الله سبحانه وتعالى ويبقى في قرب من ربنا طبعا طيب عايزة أسأل حضرائك يا دكتور برضو عن الست في رمضان بتبقى عندها مسؤوليات وفي نفس الوقت عايزة تعمل كل الفروض يعني عايزة تقرأ القرآن وتذكر ربنا وتسبح وطبعا أكيد إلى جانب الصيام والصيام الأساسي زي ما قلنا إنما برضو في نفس الوقت في بقى تحضير الفطار تحضير الصحور إن كان في عزومة وبرضو الولاد في المدارس برضو حضرائك عارفة إحنا في مدارس كمان ففي حاجات كتيرة جدا جدا بتشغل الست على إنها تقدر تخلص الفرد أو الحاجة اللي هي عايزة تعملها من الفرد النهاردة هل الست بتسابق على الإفطار اللي بتعمله أو الحاجات اللي بتاخد من وقتها أو من وقت الفروض اللي المفروض تعملها أو تؤديها ولا لأ طيب في قاعدة كده أو مقولة كده علموها لنا علمائنا قالولنا إن عادات اليقدان عبادات وعبادات الغفلان عادات يعني إيه الكلام ده يعني اليقد المصحصح العادة بتتحول لعبادة واللي غافل العبادة بتتحول لعادة يعني إيه العبادة تتحول لعادة متعودة أصلي الظهر أربع ركعات يبقى مفيش استحضار قلب الله أكبر تكتك تصليت إيه في الركعة الأولى قلت إيه في الركعة التانية قرأت أي آن صورة القلب مش مستحضر ولا فاكر بسها في الصلاة يعني حولت العبادة متعود أصوم رمضان فممكن أشتم ونسايا ممكن أتنرفز ونسايا ممكن أتعصب على الناس عشان في الشغل أقول أنا صايم ممكن 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 فحولت العبادة إلى عادة متعود أصوم صايم وبذكر الناس بسوق صايم وبتكلم على فلان وبتكلم على فلان فخركت نفسي من العبادة وحولتها إلى عادة لكن اليقظ اللي يحول العادة إلى عبادة أنا بصحى من النوم كل يوم الصبح ابني بيصحى من النوم كل يوم الصبح عودته وعلمته إنه ياخد حمام تمام؟ نظافة بالضبط ابني هو صغير لسه يعني بيقول له جنوب ولا بنتي حائد أو بتختسل من النفاس ولكن ده عادة يشحى من النوم فلو علمت ابني وقلت له إحنا بنخش نختسل عشان المسلم نظيف والنظافة من الإيمان بكل نقطة مية هو بيختسل بيها عشان حر عشان زهان عشان متعود هياخد بيها الأجر فالعادة تحولت لها عبادة فهو ده بصرح شعري وهو بصرح شعري قبل ما بينزل وأنا بصرح شعري في البيت عشان شكلي يبقى مهندب قدام زوجي عشان هو هو نازل يبقى عارف إن شكل المسلم من النظافة ومن الجمال يبقى كل حاجة بعملها ممكن أخذ عليها أجر طيب أنا دخلة مبخ أعمل طعام ده الجزء الأولين احنا نسى ما قلناش احنا ممكن نعمل إيه لكن أنا دخلة أعمل طعام وأنا دخلة لو قلت يا رب حسب ليك أنا بأعمل ده عشان أعينهم على الطاعة أعينهم على العبادة عشان أحقق قولك كله واشربه يا رب أنا بأعمل ده عشان خاطر هم صايمين وأنا عيزة أفضطرهم أنا بأعمل العزومة دي عشان تآلف العائلة مع بعضها أو الفقراء أو المساكين أطعمهم وأفضطرهم بكل نقطة ضرة ملحة أنا بحطها ونقطة مية أنا بحطها أنا بأخذ أجر كأنه عبادة طيب لو عملت ده وأنا وقفة بستخفر وأنا وقفة لو حفظ قرآن برجوه لو أنا وقفة بسمع قرآن لو أنا وقفة بصلي على حضرة سيدنا النبي لو أنا وقفة بسبح وبحمد وبهالي ما أنا خدت الأجر كامل هي بس عندنا إن إحنا نبقى فاهمين إحنا بنعمل إيه وممكن أضيع الأجر إزاي؟ أبقى وقفة بعمل كل الكلام ده أنا هعمل عزومة أفضل بكثير من اللي هي عزمتنا عليها يعني خلو بفكرت في الدنيا أو فكرت فكرت بالضغط ما فكرتش في ربنا وأن أنا بفطر صوائم أو بعمل تقالف فأنا إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل مريء منوى فأنا اللي بحدد أنا رايحة فين ما يشيلوش هم إحنا وقفين في المطبخ أو بنعمل أو بنزاكل للولاد كل اللي أنت بتعملي ده جهاد وحتاخد أجر المجاهدين إن شاء الله إن شاء الله يا رب جميع بإذن الله طيب لو هنتكلم عن الصلاة ممكن حركت وقللنا برضو إزاي نصلي صلاة التراويح بشكل مزبوط خاصة الستات أو بالنسبة للسيدات أو طيب هي صلاة التراويح سنة ثابتة عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والكيفية لسيدنا عمر ابن الحطب رضي الله عنه سيدنا عمر جمع الناس في المسجد على صلاة التراويح لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة التراويح قط وإن كان حضرته أعمالهم تلك أيام في المسجد ولما لقى الناس بدأت تجتمع خاف إن يشق على الأمة وتفرض عليهم أو يعتبروها فرد فسيدنا النبي مطلق لهم شي تاني لكن سيدنا عمر جمع الأمة على صلاة التراويح فده معناه إن صلاة التراويح دي سنة ثابتة تصليها المرأة والله إذا اتسع الوقت ووافق الزوج وما كانش عندها من الأطفال والأبناء والمسئوليات ما يعطلها تذهب للمسجد للصلاة أنا يعني بحط خطين تحت للصلاة فهم حضرتك يعني تذهب للمسجد للصلاة داخل المسجد أصلي وأخرج مش داخل المسجد عشان أرحى فسحة وبالله عليكم كثير من الناس ممكن يعني يخلوا الناس تتلاحى عن صلاتهم فاللي عندها هذه القدرة تتفضل وتروح تصلي طب أولادها لسه أطفال صغار ومش هتقدر تطلع بيهم الزوج ممكن يكون عندها حد مريض في البيت وكثير من الأسئلة بتجيلنا إن مثلا أم الزوج في البيت ومريضة هتاخد الأجر أكبر وصلي الترويح في بيتك الزوج قال مش هقدر إن أنا أخرجها في هذا الوقت وخلاص أجرك منقص في بعض المساجد ساعات بتتأخر شوية في صلاة الترويح عن مساجد أخرى فممكن بعض الأزواج يقولك لا أنت هتروح للمسجد ده المسجد ده بيتأخر فصلي في البيت أحسن تصلي في البيت وحتاخد الأجر كامل إحنا بس إيه نبقى فاهمين إن ربنا سبحانه وتعالى مش هينقص من أجرنا شيء أيا كان الظرف إذا تقدر خير وبركة مش هتقدر تصلي في البيت وأجرها كامل لم ينقص فإن شاء الله حضرتك عايزة تقول لهم ما يرهوش في المسجد بقى هوا بصراحة مش عايزة تقولي بصراحة بس أنا عارفة بقى يسحرك ده ممكن تبقى قاعدة صمر يعني يعني حتى في فترة في المسجد فترة الصراحة المفروض إن احنا بنسمع درس أو بنقرأ قرآن لحد ما نقوم تاني لا ده بتبقى فترة صمر يعني حكايات وقصص ووجعيء وفيه عرسان يعني وكده يعني فيه بنات ممكن تتأهل كمان على العيد في رايد فتح طبعا ربنا يسلح حل الجميع يا رب احنا بنقول للناس مش بنشق على الناس ولكن يعني رأفة ببقية الناس ورحمة برأيه الناس اللي بتصلي وقلبها مع الإمام اللي بيقرأ وعايزة تبقى في خشوع في فصلاتها جميل دكتور رفاق استأذن حضرتك هنتلعب بس الفاصل سريع ونرجع نكمل لقاءنا وكمان قبل ما نكمل احنا نزلنا سألنا الناس أسئلة وهنعرف إجابتها لما نرجع معاكم خلينا نروح الفاصل ونشوف البابس بعد الفاصل معنا وعيزة في الأستوديو السؤال اللي تسألوا ليها بيشغلك في أحكام الصم والصلاة أو أي سؤال ديني بشكل عام هو فيه سؤال متعلق يعني بسجود السهل كنت أنا بسأل بس متى يكون سجود السهل قبل التسليم ومتى يكون بعد التسليم لأن هذا الأمر يعني فيه إشكال بالنسبة للمصلي أحب أعرف الفرق بين سرات الصبح و سرات الفجر عندي سؤال بخصوص اللي هو مصادر توزيع الزكاة في رمضان ممكن نعرف هي المصادر اللي نقدر نوزع فيها رمضان غير الجمعيات و سنة الرحم والله إحب أسألوا على موضوع صنة صلاة العصر إيش الحكمتها وإيش طريقة نصليها يعني فيه ناس بحكونا نصلي ركعتين فيه ناس بحكونا نصلي أربع ركعت وإحنا بدنا لحكمتها وإيش هي بالزبط كم ركعتين والله إحنا السؤالنا دايماً بسألوه وما حصلتش على إجابة شافية فيه اللي هو صلاة القصر صلاة القصر أنا مش عارف إيه متباتوا قد دا وإيه الوقت الحد الأقصى لها اللي أنا أقدر أصلي صلاة القصر فيه إن أنا أصلي صلاة الظهر والعصر ركعتين مع بعض تأخير أو تقديم مؤخراً يعني حوار الإختلاط ما بين الشباب والبنات في الكليات منتشر يعني وكمان بيتطور إنه مثلاً بقى فيه بقى خروجات لوحدهم أو كده بس ففيه صحابي برضو بقى في المواضيع دي بس فاكتباسأل بقى موضوع داد أصلاً لو كان بره بره الموضوع للدراسة أو حتى في الدراسة اللي اختلاط عموماً يعني اللي هو بقى بسألة عليه حلال والله حرام إيه حكم صلاة الاستخارة وإمتى بقى صلاة الاستخارة وإيه الدعاء بتاعه السؤال لو حد صام من غير صلاة يبقى إيه جزائه ده والخلع حلال والله حرام واحد منتظم في صلاة فكننا عايزين نعرف لو دماغه مشتتة في حاجة اللي هي بتخرجه عن الصلاة إيه المفروض اللي هو الأدعية والحديث مثلاً اللي تخليه ممتازم في صلاةه وفي تركيزه يخليه اللي هو بيصلي مش اللي هو مثلاً مهزوز أو الكلام ده بسألها لو أنا في المواصلات وبقرأ القرآن وجدت اللي هي سجدة التلاوة اللي تصرف فيها زي وحنا في المواصلات أكثر حاجة نعمل فيها إيه اللي الواحد بيبقى مش عارف يعمل فيها إيه يعني صلاة الحاجة كيفية صلاتها الأدعية اللي بتدعي فيها كام ركعة أحكامها عشان ما بقاش فيه غلطات بس لسه مكملين معاكم فقرتنا مع دكتورة وفاق عبدالسلام الوعيزة بوزارة الأوقاف ونزلنا الشارع زي ما انت شفتوا كده وسألنا الناس لو عندهم أي أسئلة لدكتور وفاق وطبعاً زي ما انت شفتوا الأسئلة كانت كتير دكتور وفاق زي ما عارف سمرتي طبعاً توقعت بقى أسئلة كلها خاصة بالصيام بشي كويس يعني أسئلة متنوعة وأسئلة حتى كمان من أعمار مختلفة وده شي كويس قوي حضرتك تحبي تبدأي بسؤال معين أو فيه سؤال يعني لا لا إبدأي زي ما بتاتي طيب مثلاً فيه سؤال بيقول صلاة القصر إمتى تؤدى ويعني مش عارف إزاي يعملها؟ صلاة القصر إذا سافر هل لها حد أقصى ولا لا؟ إذا سافر الشخص مسير يتقال العلماء 83-85 كيلو فوق 80 كيلو بيقصر صلاته ركعتين زي ما هو ذكر كده الظهر والعصر ويقصر المغرب 3 زي ما هو والعيشة 2 جميل طيب برضو سجود السهو متى يكون قبل التسليم ومتى يكون بعده؟ سجدة السهو إذا كان هناك زيادة أنا شكيت إن أنا مثلاً زودت في حاجة عملت يعني مثلاً أنا قلت دلوقتي التشهد مثلاً جيت في التشهد في النص ما قلتهوش فبقى عندي نقص في شيء فبروح بعد ما خلص التشهد بعد ما أسجد واطلع أقولي التشهد تاني وسلم يبقى كده في حالة نقص هعمل يعني أعمل سجدة السهو وبعدين أعرض التشهد تاني وبعدين أسلم طيب إذا كان بالزيادة أنا صليت أربع ركعات مش هكيت أربعة ولا مش أربعة فروحت أي مواخدة واحدة زيادة في الحالة دي بروح بعد ما سلم بعد ما سلم خلص عملت الشهد وسلم أنزل أخذ سجدة السهو وضحت بعد التسليم يبقى كده لو فيها نقص هيبقى بقولي التشهد تاني وبسلم تمام بأخذ سجدة السهو وأقولي التشهد تاني وبسلم لو فيها زيادة بسلم وبعدين أخذ سجدة السهو جميل يا دكتور طيب الخلع حلال ولا حرام شوفي ذهبت امرأة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله لا أعيب عليه خلقه ودينه قط ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني إيه؟ هي كانت بتنظر لزوجها وهو جاي كده في وسط الناس مستقلية يا شايفاء يعني فمفيش حاجة فيه أبدا تعيبه ولكن هي مش عايزة تعمل حاجة تغضب ربنا بعد ما دخلت في الإسلام كويس؟ فطلبت منه أنه يطلقها عندها أربع أبناء فرفض هذا الزوج فراحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فهم شايزة كويس؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إداك حاجة قالت له إداني أعطاني حديقة فقال ردي علي حديقته وقاله خذ الحديقة وطلقها تطليقة يبقى في حال إذا كان اشتحالة العشرة بينهم بس طبعا أنا بقولي الكلام دوت الوضع لما تبقى العملية استحالت فعلا وهي مش قادر فعلا وهو بيؤذيها أو مش عارفين يكمله مع بعض وهو رافض إنه يطلقها في الحالة دي بتلجأ للخلع لكن دائما أنا بهمس في أذن المرأة خدي بالك من الأبناء خدي بالك ما انتش عارفة اللي جاي شكله إيه يمكن هتضحي النهاردة باللي في إيديكي هتلاقي اللي جاي أسوأ لو تقدري تجدي فيه شيء يؤلف ما بينكما حفظي على البيت قوي قوي لأن ده الاطلاق بيهز عرش الرحمات آه هو أبغض الحلال ولكن بيهز عرش الرحمات كفاية أنه أبغض الحلال فحفظي على البيت حفظي على الأبناء حفظي على نفسك مع هذا الزوج ربما ربنا سبحانه وتعالى يصلح من حاله ويصلح من حالك وتستمر هذه الألعاقة صح جدا طيب برضو كان فيه سيدة بتسأل عن سجدة التلاوة أثناء الصلاة لو بتصلي وبتقرأ من المصحف وجات سجدة التلاوة تعمل إيه؟ إذا تعذر إن الإنسان يسجد سجد التلاوة في حالة التعذر ممكن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر معلش إيه حالات التعذر أنا أسفا بصي أنا زي ما هي قالت أنا مثلا أنا موجودة في مكان بقرأ قرآن في مجموعة كبيرة أحد من الناس مش هعرف أسجد أسجدهم في أحوال كثيرة بتخلينا بس هي بتكلم أثناء الصلاة؟ لا هي قالت أثناء الصلاة أثناء المواصلات؟ أثناء المواصلات أثناء المواصلات مش هتعرف فتقول سبحان الله والحمد لله هل ممكن تبقى كده مثلا وهي أعدف مكانها؟ ممكن تعمل كده وهي أعدف مكانها؟ إذا كان لو في اتجاه القبلة وإذا هتقدر تعمل كده كله مفيش مشكلة تعذر تعذر طبعا أكيد مش هتعرف صح صح أكيد أنا كنت بس سمعها أثناء الصلاة لا أثناء المواصلات لا أثناء المواصلات طيب الاختلاط بين الشباب والبنات حاليا بيقول إن هو ذات حتى كمان مش لضرورة العلم إنما كمان بقى في الخرجات وكده والله إحنا عندنا ضواب شرعية للعلاقة بين الرجل والمرأة إذا ما كانوش محارن الضوابت دي إن هم ما يبقاش فيه خلوة بينهم وبين بعض ما يبقاش فيه حاجة يعني إذا أنا فيه هراجع مع زميل لي حاجة خاصة بدراستي في مكان مفتوح وكلام إحنا أهو في الجامعة وبنتكلم مع بعض وكلام مفتوح والكلام خاص بشيء لا يثير ولا فيه شبهة ولا وبنتكلم في الدراسة فهو غضب بصر وهي غضب بصرها إنما الموضوع يصل إلى أمر يغضب الله سبحانه وتعالى أو يقوم مقدمة لشيء يغضب الله سبحانه وتعالى فطبعا الإسلام لم يقر هذا هذا إذا كان في وجود محرم كان بها لكن غير كده يعني لما بخرجوا مجموعات مع بعض يا دكتورة خلينا نكون يعني قريبين من الشباب أكثر طبعا الخروج الخروج بغرض إيه ما هو إحنا عايزين بس إيه آه أنا واحدة من الناس وبقولها اهو أنا مش 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 يعني ضد إن الإنسان يبقى عايش حياته لأن الإسلام ما عملش حد على حياة الإنسان ولكن بيحفظ لنا نفسنا بيحفظ النفس من إنها تقع في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى بيعفل بنت وبيكرمها إحنا مكرمات وأنا كلامي للبنات أنت مكرمة عند رب العزة سبحانه وتعالى أنت ربنا حفظك لما بيبقى عندنا آآ آآ وده يعني في الحقيقة هذه الكلمات وأنا بقول للأباء والأمهات خدوا بالكم من الكلام ده يعني أنا أبي رحمة الله عليه قالي الكلام ده وأتواني كم في أهدادي لما بسأله هو ليه حاضرتك يعني مش عايزني أخرج مع أصحابي أو مش عايزني أكيد في حاجات زي كده كانت تحصل قال لي حاجة يعني وخصوصا أن أنا ذكرت إش معنى صاحباتي بيروحوا بيجوا وشايفاهم محترمات قال لي كل واحد عنده بضاعة وكأنها بضاعة أنا هقولها لك أنا إزاي وهو بصص للبضاعة بتاعته زي ما هو عين في واحد عنده ألماض فحطه في حتة وقافل عليه عشان خايف على الألماض بتاعه وهو قاعد الجواهرجي لا يمكن هيحط الألماض مشاع قدام الناس تشيله وتحط فيه فشيله في حتة وقافل عليه عشان خايف على الألماض بتاعه واللي عنده بيبيع بضاعة ممكن حد يمدي قودي ويشوفها وينقي ويختار ويعمل بضاعة تغلي عليه بس ممكن أي حد يمسكها وينمسها وحطها ويسيبها فكل واحد بضاعة تغلي عليه بس هو شايفها زي ما هو عايز أنا يا بنتي شايفك ألماض والألماض ما ينفعش يبقى مشاع قدام الناس فهو فكر يعني خلينا نوصل لبناتنا كده أنت مكرمة أنت معززة أنت حتة ألماض مش المفروض تلوس بأي أيدي ده نازم اللي يقدر الألماض ده هو اللي يخذه تمام الطماطم ولو إنها مهمة جدا في حياتنا لكن أنا أمسك الطماطمية وحطها لا دي حلوة لا دي لأ نشفى شوية مش كده ده الفرق أنا أسفى أني أقول هذا المثال ولكن والله هذا ما قاله لي والدي وأنا طفلة صغيرة وبعد ما توفى ظل أنت أتذكر هذا الكلام أعيز أولي حريك سبحان الله أنا والدنا كمان قال لي نفس الكلمة كنت أقول ليه بابي أعيش معنى أنا ما أخرجش مع أصحابي أعيز أخرب معي قال لي كده فعلا هأنتي بقى عندك ألماضة وبترنيف الشارع كده ما هو قال لي قال لي أنا قصة أنا بحبك والله كنت بقى أسأل نفس الأسئلة قال لي كل واحد ونفس المثال يا دكتورة الألماز سبحان الله والله يعني كده سبحان الله هل بقى الأباء يعني عارفين الأباء سبحان الله طيب ربنا رحمة الله ربنا يرحمهم يا رب طيب الصوم من غير صلاة برضو ده بيبقى شيء للناس كتير مش عارفين سألوا عنه طبعا والصيام طالما صحيح يقبل له شروط فإذا كان الصيام صحيح يقبل ولكنه عاصي ربنا سبحانه وتعالى في فرد من الفرائق إحنا بني الإسلام على خمس شهدته أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله والصلاة والصيام والزكاة وحج البيت المستطاع ليس كده طيب يبقى لما ربنا يقول لي إقام الصلاة ده ربنا ما قالش يعني سيدنا النبي ما قالناش الصلاة وسكت ده قال لي إقام الصلاة يعني إيه يعني مش أداء يعني يأتي بها قويمة بخشوع بتدبر تبقى ما فيهاش إعوجاج القويم ده شيء منضبط فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أن نأتي بها قويمة ثم يأتي الصوم بعد ذلك فإذا كنت أنا بعمل عبادة من العبادات فأنا مقصر في العبادة الأخرى لكن لا تسقط العبادة اللي هي عبادة الصوم لكن حابق أعاصي مزاف في حاجة مهمة جدا شو في حديثك إحنا كنا لسه في رجب منتكلم على الإسراء والمعراج طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا كرمه بعد في عام الحزن بعد انتقال الشيدة خديجة وانتقال عمه أبو طالب الذي كان حماية في الداخل وحماية في الخارج الشيدة خديجة في الداخل وأبو طالب في الخارج ثم جاءت رحلة الطائف ورفع إيده لربنا سبحانه وتعالى وقال لربنا إن لم يكن بك غضب على فلاقوا بالي فربنا وفي الآخر قال لربنا لك العطب حتى ترضى فربنا سبحانه وتعالى قام تعالى وريك مكانتي مكانتك عندي وفي أهل الأرض وأهل السماء حتشوف مكانتك شكلها وطلع هذه الرحلة العظيمة أي حد بيروح لملك من الملوك بيديله هدية وهو ماشي تبقى هدية عظيمة وفرحان بيها لأنها هدية من الملك ولله المثل الأعلى الرسول لما راح لملك الملوك سبحانه وتعالى نزله بهدية وهي الصلاة فدي هدية من ربنا لينا هدية من ربنا لينا إحنا بنحقق الصلاة بنحقق رحلة الإسراء والمعراج على الأقل خمس مرات في اليوم فإزاي إزاي ما نفرحش بيها ونمسك فيها اللي بتوصلني بربنا وصيلة الاتصال بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى برضو عايز أسأل في حيطة الصلاة دي في بعض الستات في أيامنا الحالية يعني تبقى عايزة تخلص كل الفروض اللي عليها بس طبعا بحكم الشغلة أو بحكم إنها موجودة بره أو كده فبتأجل كل الصلاوات وترجع تصليها كلها لما بتروح لأنه طبعا يعني مثلا ما عليش يا دكتورة حد زي مثلا يعني بعد ما روح لازم بقى بشيل كل حاجة وأخلص الصلاة أصلي اللي عليها بس اللي عليك إيه طوال اليوم؟ ما هو علشان لو أنا طوال اليوم برا لو عندي طول اليوم شغل فيه ناس ظروفها كده لا بس صحي لا ما عليش يعني هو الصلاة هتاخد منك وقت قدي لا مش تاخد وقت خالص فأنا لو استأذنت من العمل بتاعي خمس دقائق أنا عذرا في اللي هقوله هو فيه حد بيقدر يقعد طول اليوم ما يقضيش حاجة ما يدخلش الحمام لا طبعا يعني فما بالك أنا أسفة إن أنا بقارن شيء بشيء ولكن أنا بقول حاجة من احتغال فيه حد يقدر يخرج من الفجر يعود بعد العشاء وولي أنا متغدتش ولا فطرت ولا شربت مية ولا شربت شيء إلا إذا كان صائم بناخد خمس دقائق نفطر وبناخد خمس دقائق نتغدى وبناخد صندوش سريع وبنشرب كبات شيء على طول مش هقدر نصدي يعني أنا دي أنا مش هقدر لازم بقى يعني ناخد على الأقل خمس دقائق دقائقين احنا احنا في دورة تدريبية بالضبط كده نضرب نفسنا ونطوع حتى كمان وقتنا وظروفنا لأداء فرضنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وفاق عبد السلامة الوعيزة بوزارة الأوقاف رمضان كريم على حضرتك واستمتعت جدا بالضبط الله أكرم جزاك الله خيرا كل عام وحضرتك وكل مصران حبيبة وعالمنا الإسلامي في خير وصحة وسعادة وسلامة أمين يا رب العالمين وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا نتقابل في حلقات جاية كتير من أنت على شاشة تي تي سي سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة